بسم الله الرحمن الرحيم هناك قرار واضح وجاد من النظام في البحرين يسعى فيه لتصفية الرموز والقادة فشل هذا القرار في تصفيتهم سياسيا واجتماعيا اليوم يسعى لتصفيتهم جسديا نحن أيضا يجب أن تكون لنا خطوات جادة ليس فقط في التضامن وإبداء مظلمتهم بل في إكمال مسيرتهم من أجل الانتصار وخروجهم مرفوعين الرأس يكملوا المسيرة لبناء البحرين بحرين العزة والكرامة لكل أبناء البحرين